موسيقى مرحبا طلابي طلاب الصف السادس الإعدادي في هذا الفيديو رح أشرح لكم شلون تحصل درجة كاملة بالإنشاء عن طريق بعض الخطوات البسيطة واللي دائما طلاب الصف السادس الإعدادي ما ينتبهون لهذه الخطوات ويتنقصون عليها درجات أولا لازم نعرف جدع الإنشاء في الامتحان الوزاري الإنشاء في الامتحان الوزاري يكون عليه عشرين درجة 20 ماركس ويكون فرعا وتختار واحد فقط والآن رح نجي إلى الخطوات المهمة بكتابة الإنشاء واللي تخلينا ناخد درجة كاملة بالإنشاء أولا الخط أهم شيء بالإنشاء هو يكون الخط الخط مهم جدا بالإنشاء وأيضا التباعد بين الكلمات لأنه نلاحظ بعض الطلاب رغم خطهم كلش حلو لكن ما يباعدون بين الكلمات فلذلك الإنشاء يعني ما يفهم فهم من تتقارب الكلمات وما رح يحصل درجة ممتازة فرح أمطيكم مثال على إنشاءين إنشاء كلمات صحيحة وإنشاء كلمات خاطئة لكن دعا شوفكم الفرق بين الإنشاءين وشون يأثر يعني تباعد الكلمات أو الخط بالإنشاء فمثلا عندنا هذا الإنشاء هو يتحدث عن الإنشاء أول موجود في أنيونت الأول إنشاء علانات السقائر فلاحظ بأنه نفس الإنشاء الثاني هذا الإنشاء نفسي يتحدث عن السقائر وهذا أيضا عن السقائر ولكن دتلاحظون بأنه هنا الكلمات وحدة بجانب الأخرى في بيجي المصحي صحح الإنشاء رح يلاحظ أن الكلمات مقتربة فما رح يفتهم الإنشاء رغم أن الإنشاء كل صحيح وحتى الكلمات صحيحة وما يكون أي خطأ لكن مثل ما تلاحظ بأنه الإنشاء كلماته وحده بجانب كلمة فما يفتهم المصحح شنو الإنشاء وشنو المقصود بالكلمات فلذلك ما راح يحصل درجة هنا على الإنشاء الأول بينما الإنشاء الثاني تلاحظون بأنه الإنشاء هو كلماته متباعدة بيناتهم فراغات لكن شنو الاختلاف اللي هنا عن هذا الإنشاء بأنه ما تأكو أخطاء بالحروف يعني هنا مثل سموكينج سموكينج هنا أو نقص وأيضا خليت يعني بكل كلمة بها نقص بعض الأحرف لكن مثل ما تلاحظون أنه إنشاء يعني منه يجي المصحح رغم أنه متبعدة الكلمات وبيحروف قليل لكن ما راح ينقصي ما راح ينقصه هواية لأنه مرتب الإنشاء وبين كلمات يعني فراغات بينما الإنشاء الأول مثل ما تلاحظون كلمة بجانب كلمة ما راح يفتهم المصحح أي شي منه وما راح يحصل الطالب أي درجة زيانة على هذا الإنشاء فلذلك أهم شيء بالإنشاء التباعد بين الكلمات وأيضا خط أهم شيء بالإنشاء المصح من يجي صح ويشوف يعني خط جميل راح يخلي للطالب درجة زيانة فهذه كانت أول الخط مهم جدا بالإنشاء ثانيا عندنا العنوان من المهم جدا أن نكتب العنوان في أعلى الورقة بخط واضح وكبير وعليه درجة واحدة يعني العنوان بالإنشاء الوزاري إذا ما كتب الطالب العنوان راح يتنقص عنه درجة واحدة على العنوان فمثلا هنا مثل مكاتب تقاني بهذا الإنشاء كاتبته بخط كبير وواضح فلازم يكون العنوان بأعلى الصفحة ومرتبه بخط كبير وواضح لأنه عليه درجة إذا ما كتب الطالب راح يتنقص درجة الآن خلصنا من العنوان راح نيجي ثالثين لازم نعرف بأنه عدنا إيميل وإنشاء المقالة وفي الإيميل مهم جدا أن تكتب اسم المرسل يعني دير ألي دير محمد يعني عزيزي محمد أو عزيزي علي وعليها درجة واحدة وتكتب في بداية الإيميل يعني عدنا بالإنشاءات إيميلات وعدنا أيضا إنشاءات يعني مقالة فبالإيميلات تختلف شوية عن الإنشاءات العادية الإيميلات لازم يكون بدايتها دير واسم المرسل مثل ما تلاحظون دير وهنا نكتب اسم المرسل مثلا دير ألي دير محمد وأيضا هذه عليها درجة واحدة فإذا ما كتب الطالب يتنقص نكتبها طبعا بعد ما نكتب العنوان نكتبها بالأسفل بداية السطر والوحدها تكون بالأعلى وهذه تكتب طبعا في الإيميل وأيضا من المهم في كتابة الخاتمة والاسم في نهاية الإيميل يعني الإيميل يكون بالبداية اسم مثلا دير ألي دير محمد وبالنهاية يكون أيضا باستوشيز أفضل الأمنيات ألي طبعا حسب الإيميل إذا كان إيميل لشركات قليلا راح أشرح لكم عن الإيميلات عن الرسائل الرسمية والغير رسمية إذا كان إيميل لشركات فتخطف فنكتب باستوشيز لكن إذا كان إلى صديق فنكتب باستوشيز وألي وأي اسم طبعا مو إلا يكون ألي فمن المهم جدا بالإيميل أن نكتب المقدمة يعني دير ألي دير محمد واسم المرسل وبالنهاية أيضا نكتب الخاتمة والاسم وتكون الخاتمة الوحدها باستوشيز لوحدها وبالأسفل ألي اسم المرسل وعليها درجة واحدة أيضا الوزاري فإذا ما كتب الطالب يتنقص درجة واحدة أما الإنشاء فأيضا مهم أن نكتب العنوان يعني هسا خلصنا من الإيميل الإيميل بي لازم نكتب العنوان وأيضا نكتب بي اسم المرسل دير ألي دير محمد وبالنهاية نكتب اسم الشخص ووشيز وأفضل الأمنيات مثلا هذين كمثال أما الإنشاء فالإنشاء أيضا من المهم جدا أن نكتب العنوان وأيضا على درجة واحدة ولا نحتاج بالإنشاء أن نكتب اسم المرسل في البداية والنهاية ما يحتاج الملاحظة مهمة هي الإيميل ينقسم إلى نوعين رسمي فورمال وغير رسمي إنفورمال راح تسأل شنو الاختلاف بينناتين فالنوع الأول الرسمي فورمال تكون مثلا رسالة إلى الشركات والغير رسمي إنفورمال يكون مثلا رسالة إلى صديق فعدنا هنا مثال أنا مسويت لكم رسالتين رسالة رسمية ورسالة غير رسمية مثل ما تلاحظون بأنه الرسالة الرسمية فورمال لترس مثل إنشاء اليونت السادس شكوى إلى البنك فتكون يعني البداية مثلا نبدأ Dear Mr. Smith أو Dear Sir يعني عزيزي السيد سميث أو عزيزي السيد فتكون شكلية يعني رسمية أما الخاتم فتكون أما Yours sincerely يعني المخلص أو Yours faithfully أيضا المخلص فهذه تكون بالرسائل الرسمية فورمال لترس أما الرسائل الغير رسمية إنفورمال لترس فتكون مثلا إنشاء اليونت الثاني نصيحة كيفية الحصول على وظيفة يعني تكون رسالة إلى صديق مثلا نكتب Dear Rashid وأي اسم آخر وأيضا الخاتمة تكون Best wishes See you soon أو يعني تكون أراك قريبا See you soon فهذا الفرق بين الرسائل الرسمية والرسائل الغير رسمية Formal and Informal Letters النقطة الرابعة يجب حفظ الإنشاء بصورة جيدة والانتباه إلى الأخطاء القواعدية لأن عليها درجتان وأيضا انتباه إلى الأخطاء الإملائية لأن عليها درجتان أيضا فلازم على الطالب أن يحفظ الإنشاء بصورة جيدة يعني لأنه على الأخطاء القواعدية يحاسبون ينقصون درجتين وأيضا الأخطاء الإملائية يحاسبون عليه أيضا ينقصوا درجتين فتروح أربع درجتان من الطالب لازم الطالب يحفظ الإنشاء بصورة جيدة حتى يحصل درجة ممتازة بالإنشاء وخامسا نعدنا ناء الفكرة فكرة الإيميل أو الإنشاء جدا مهمة تعطى لفكرة الإيميل 13 درجة 30 ماركس أما فكرة الإنشاء فتعطى 15 درجة 15 ماركس يعني الدرجة الأعلى تكون على الفكرة فلازم على الطالب من يختار إنشاء يختار إنشاء فكرة جيدة لأنه الدرجة الأعلى تكون على الفكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر